اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مدرب نادي الرجاء الريادي منذ الكبير يكشف سبب الهزيمة الكبيرة امام ضيفه الفتح الرباطي كشف الناخب الوطني وليد الرجاجي عن بعض اسرار كاس العنم قطر 2022 بعدما نجح في قيادة المنتخب المغربي للمربع الدهبي في انجاز افريقي وعربي غير مسبوك وقال وليد الرجاجي في حواره مع قناة كار على اليوتيوب ان مجموعة من العوامل ساهمت في تألق المنتخب المغربي من بين الفرد الانتباط خاصة من ناحية الاحترام والتوقيت التدريبات والعمل من اجل المجموعة وليس الفرد واكد وليد الرجاجي انه حاول حتى اللاعبين بالاحترام جميع قرارات اعضاء الجهاز التدريبي مبرزا انه كان يتعامل بشكل جيد مع جميع اللاعبية خاصة العناصر التي كانت لها المشاكل السابقة مع المنتخب المغربي من بينهم حكيم زياشة ونصير مصراوي وعبد الرزاق حمد الله واضاف مدرب المنتخب المغربي انه حاول عدم اكتفاء كل لعب بواجباته الفردية فقط وتلقين جميع اللاعبين مسألة اللاعب كيد واحدة مع الرجوع اللاعبي خط الهجوم الوراء من اجل مساندة باقي زملائهم في الدفاع يعيد الناخب الوطني وليد الرجاجي لخوض غمار تصفيات المؤهلة لبطولة كأس امم افريقيا في شهر يونيو المقبيل حين يواجه جنوب افريقيا في الجولة الخامسة وكان المنتخب المغربي معفيا من تصفيات في الفترة التوقف الدولي الماضية بسبب استبعاد المنتخب السمبابوية وخاض الرابع العالم مواجه ودية امام كل من البرازيل حيث فاز بنتيجة هدفه لواحدة قبل ان يتعادل سلبا مع نظيره البيرو في المباراة احيطانتها العاصمة الاسبانية مضره ومن بين الاسماء التي قد يعيدها الناخب الوطني وليد الرجاجي للمنتخب المغربي رايان ماي مهاجم فارق فرينكا فورس المجري بات مطالبا شعبيا للجماهير المغربية في دل استمرار الاداء الضعيف لوليد شديرا هدف بايل ايطالي وادم الصينة حيث استعاد الضهر العصر لفارق اودينيز الايطالي افضل مستوياته بعد فترة ابتعاده من الملاعب المطلوبة بسبب الاصابة التي سعرض لها على مستوى الركباء وايوب الكعبي المهاجم الاسبق لفارق الودادة يتواجد ضمن قائمة اللاعبين الذين قد يجددون العهد مع المنتخب الوطني المغربي في التوقف الدول المقبل كشفت مجموعة من التقاييز الصحفي الفرنسية ان النادي بايسان جرمان الفرنسي بدأ في تجديد خططه من اجل تدعيم صفوفه خلال المركات الصيف القادم وحسب المصادر الفرنسية فان النادي بايسان جرمان ضل على اتصال بالدول المغربي حاكم زياشة مبرزا ان اسم اللاعب تشي سيكون ضمن اللائحة اللاعبين الذين سيجرى التعاقد معهم من هذا الصيف موشنا الى ان الملف الدول المغربي سيكلف حوالي 30 مليون يورو وكان النجم المنتخب المغربي حاكم زياشة قريبا من الانتقال النادي بايسان جرمان خلال المركات الشتوية الاخيرة لكن نادي تشي سي بعت الوتائق خاطئة للنادي الباريسي قبل ان يتدارك الامر بعد دقائق من غلق سوق الانتقالات لتفشل بذلك الصفقة كشف الدول المغربي جواد الاميق مدافع نادي بلد الوليد لاسباني والمنتخب الوطن المغربي الاول لكرة القدمة تفاصيل ازمة المرضية المفاجئة التي المت به قبل ايام والتي نقل على اترها الى المستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة واكد جواد الاميق في تصريحات خاصة انه عانى من التياب والم في الرأس خلال الساعات القائلة المضياء وقد تم تشخيص حالته الصحية ورخص له بمغادرة المستشفى ومتابعة العلاج في منزله واوضح مدافع الاسود ان حالته الصحية تتحسن بشكل تدريجي ويتابع الطاقم الطبي للفريق جميع التفاصيل للحسم في قدرته عن المشاركة في المباراة القادمة امام ريال مايوركا والمقررة اليوم الاحد لحساب الجولة التامية والعشون من الدول الاسباني حيث خاض جواد الاميق صاحب 31 سنة 18 مباراة في الدول الاسباني خلال الموسم الكراوي الحالي مع النادي بلد الوريدة الذي وقع في كشفاته صيف سنة 2022 قادمة من نادي جنوى الايطالية ويشار الى ان جواد الاميق يعتبر من بين صنع الملحمة المنتخب الوطني المغربي اخيرا في النسخة الماضية من نهائية كأس العام قطر 2022 وسبق اللاعب في الدول الاحترافي المغربي مع اولمبيك خريبغا والرجاء الريادي قبل ان يعرج على الاحتراف الكادموندير الكبير مدر فارق الرجاء الريادي لكورة القدمة ان غياب توابط في المواجهة الفتح الريادي الترى على مرضود اللاعبين مشيرا الى ان مبادرة ديبي تسببت في غياب بعض الاسماء الاساسية وصعب مأورية لاستعادة كتيبته للياقته البدنية والدهنياء وقال مدرب الفارق الرجاء في تصريحات بعد المواجهة الفتح اليوم قابلنا اهدافا في الشوت الاول وكانت صعبا علينا العودة بعد ذلك ولم ينجح اسلوبنا ومرضودنا العادي غياب توابط دفعنا الفتورة غليانا ووصل مندير الكبير في تصريحي قائلا الهزيمة توجع قاسية جدا بمجهودات اللاعبين في الفترة الاخيرة لقد كانوا مندفعين ويحبون تحقيق نتائج ايجابية وتابع مندير الكبير في تصريحي قائلا الدرب خسرنا في زيدة للاصابة واول الايقاف وبالكسوجة وبين المبارتين كان الفارق 48 ساعة لم ننجح في استعادة لياقتنا بينهما بدنيان ودهنيان شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر